من القاهرة ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الأنسان رامي عبد الرحمن مرحبا بك أستاذ رامي ما تفاصيل ما يجري في ريف اللاذقية بين جبهة النصرة والقوات النظامية السورية نعم مساء الخير حقيقة الأمر ليس في ريف اللاذقية فقط ما جرى في ريف اللاذقية اليوم هي عملية جديدة للجماعات هيئة تحرير الشام وأجنحتها الجهادية والتي استاتفت قوات النظام في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المنطقة الخاضعة والتي تواجد فيها هيئة تحرير الشام أدت حتى اللحظة لمقتل خمسة من عناصر الهيئة وسبعة من عناصر النظام لكن هذه العملية تأتي في إطار العمليات المستمرة لهيئة تحرير الشام منذ بدء الحديث عن تقارب ما بين النظامين التركي والسوري وعملية لقاء بشار الأسد مع رجيب طيب أردغان شاهدنا بأن هيئة تحرير الشام بدأت تفاعد هجماتها في إطار أولا شق أول هو إطار استقطاب الرافدين لهذا التقارب ما بين الأتراك والنظام وثانيا هناك من يحرك الهيئة حقيقة الأمر لأن هيئة تحرير الشام لا تتحرك لوحدها هناك من يحرك الهيئة من أجل الحصول على مزيد من المكاسب في إطار الضغط على النظام والحصول على مكاسب في مناطق شمال شرق سوريا وهنا نعني بعبارة واحدة هي المخابرات التركية بشكل قطعي لأنه لو لا المخابرات التركية لما تجرأت هيئة تحرير الشام من تنفيذ أكثر من 53 عملية خلال شهرين كانون الأول من العام الفائت وكانون الثاني من العام الجاري في مناطق تمتد من حلب وصولا إلى ريف إطلب الشرقي وريف حمال الشمالي والشمالي الغربي وريف اللازقية الشمالي الشرقي بأي معنى استاذ رامي ما الذي تقدمه المخابرات التركية لهذه الفصال أو لهذا الفصيل على وجه التحديد جبهة النصرة لا هيئة تحرير الشام هي شاءت أبابات لا تستطيع التحرك ولا تحريك أي مقاتل دون إذن المخابرات التركية إن أرادت المخابرات التركية تقوم اليوم قبل غد بإثقاف كل عمليات هيئة تحرير الشام إذا ما قامت التركية بخلق الهيئة سوف تختنق وتحاصر بشكل كامل المخابرات التركية تريد الضغط على الروس على النظام لتحقيق مكاسب في منبش تحقيق مكاسب في شمال حلب أو منطقة أخرى مقابل إيقاف عمليات هيئة تحرير الشام المتصاعدة بشكل كبير جدا والتي هي دامية ودامية جدا طيب بالعادة نسألك عن المعلومات استاذ رامي ولكن هنا أريد أن أسألك من وجهة نظرك ومتابعتك للملف السوري يعني غاية أنقرة الآن هو فرد أوراق على طاولة التفاوض مع دمشق لذلك هي تساعد جبهة النصرة أو تعطيها إعاز بأنك هاجم قوات النظام نعم هاجم قوات النظام نحن نقول بصراحة ماذا ستحقق يعني ما الذي ستقايد عليه أنقرة الروس والنظام سابقا كانت الغوطة الشرقية مقابل عفرين حياء حلب الشرقية مقابل مناطق ضرع الفراد شرق إدلب مقابل مناطق نبع السلام اليوم لم يتبقى لتركيا إلا طريق حلب اللاذقية والضغط بعمليات من قبل الهيئة نقوم بإيقاف عمليات الهيئة وتحجيم الهيئة مقابل أن تقدم لنا المزيد من التنازلات على حساب قوات سوريا الديمقراطية في منبيش وأيضا أن يرضخ بشار الأسد للقاء أردغان عاجلا وليس آجلا لأن أردغان بالنهاية يريد من هذا اللقاء أن يحقق منكاسب داخلية قبل أن يحقق منكاسب على الأرض السورية طيب جبهت النصرة أو تحرير الشام كما سمت نفسها الآن أستاذ رامي تعمل في شمال سوريا في إدلب على وجه التحديد تستطيع أن تشرح لنا حتى أنه في حكومة تتبع لها أليس كذلك؟ يعني ما الذي تقوم به من تصرفات الآن؟ نعم حكومة الأنقاذ وشاهدنا أبو محمد الجولاني يريد التقرب من أدباع الديانة المسيحية يريد التقرب شكلا طبعا من أبناء الطائفة الموحدون الدروس وأيضا عندما قام أبو محمد الجولاني باقتحام بقواته منطقة عفرين يعني نحن نقول بأن هذه المنطقة على سبيل المثال لو لا رد المخابرات التركية كيف تتجرأ الهيئة بقتال عناصر الجيش الموطني بين المزدوجين والوصول والسيطرة على عفرين بشكل كامل وهي لم تسحب العفرين حتى اللحظة هي تشكل حكومة حقيقية حكومة مدعومة من قبل المخابرات التركية في هذه البقعة بالأراضي السورية لديها قوانينها لديها ضرائبها لديها سجونها لديها قمعها لديها استخباراتها وتعمل وتريد أن تروج نفسها عبر اللقاءات للمجتمع الدولي بأنها تنبث الجهاديين عندما تقوم بقمع بعض أو اعتقال بعض المجموعات الجهادية أو على سبيل المثال شاهدنا الشيشال الذي ذهب إلى أحد البلدان الأوروبية لقتال الروس كيف خرج هو مجموعاته من إدلب باتجاه تركيا ومن ثم غادر السورية وهي ضغطت على بعض المجموعات المصرية على سبيل المثال التي كانت موجودة بإدلب للخروج من إدلب بناء على طلب المخابرات التركية للترويج للهيئة بأنها تغيرت وأصبحت جبهة معتدلة ولا علاقة لها بالتطرف أو الإرهاب أشكرك من القاهرة على كل هذه التفاصيل مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان الأستاذ رامي عبد الرحمن ترجمة نانسي قنقر